وصفتنا لليوم قديمة تراثية سورية ونباتية بامتياز بحلب معروفة باسم كبة زنجلية وباللادقية بمناطق اخرى معروفة باسم عجة سبانخ وبالفعل لانه هي كتير تشبه العجة بس بلا بايد ونباتية مية بالمية طعمتها كتير كتير طيبة تعونا نتذكرها سوا ونشوف كيف حضرتها بألبجات كبيرة رح نبلش اول شي ونحط باقة من البقدونس اللي مغسلينا كتير منيح وفارمينا فارمة مش كتير ناعمة ولا كتير خشنة رح نضيف فوق شوية من البصل الاخضر المفروم وبصلتين بيت كمان مفرومين رح كمان نرجع نضيف كباية من البرغل الاشقر او البرغل الاصفر الناعم لناعينه بالمي فهي كباية بنقع بالمي وبتنفوش بتصير بهذا الشكل ورح نضيف كمان ربطتين من الاسبانخ اللي مغسلينهم كتير كتير منيح وفارمينهم فارمة خشنة رح نملح ونبهر بمعلقتين صغار من الملح معلقتين صغار من الكمون ومع الأصغيرة من الكزبرة الناشفاء والبودرة وبييدنا نبلش منفرك هالمكونات كلهم سوا كتير منيح لحتى الخضرة اللي عنا تبلش تزم وتبلش تدبل وتبق الماء الموجودة بقلبها منظنا نفركهم ونعركهم كتير منيح لحتى نوصل للشي اللي عم تشوفوه انت قدامكن رجعت ضفطلة شوية من زيت الزيتون مع انو انا شفت انو بالوصفة الاصلية ما في زيت زيتون بس انا حبيت ارجع ضفلة وراح نضيف كمان كباية من اللطحين الابيض وراح نبلش منعجن ونخلط هالمكونات كلهم سوا كتير منيح لحتى تشكل عنا عجينة وحسيتنو العجينة اللي طلعت عندك كتير رخوة فاكر ما هلاك جعلت ضفطلة اقل من نص كباية تقريبا يعني بين الربع كباية والنص كباية من اللطحين ورجعت فاركتها ورجعت عركتها سوا لحتى اشتدت ومسكت على حالة متل ما عم تشوفوه قدامكن طبعا هادي العجينة بتضل بتلزع عقيدكن ما تفكروا رح تسيمت العجينة البيتزا يعني او عجينة الخبز لأ بتضل تلزع عقيدكن واخر شغلة رح نضيفة هي كباية من الحمص المسلوق طبعا وهون رح نرجع نعجنهم مع بعض لاخر مرة بس بدكن تعجنو شوي شوي حتى ما نفزر ونكسر حبات الحمص هادي الاكلة بالطريقة الاصلية بتتشكل ع شكل قراس وبتنقلة بالزات بس انا بكل صراح حبيت جرب اعمل شوي بالفرن فقسمت نص الكمية رح مدى بقى البصينية حطيت بكعبة شوي من زيت الزيتون ودهنت ايدي كمان بزيت الزيتون حتى ما تلزق العجينة على ايدي ورح امدى كأنه عمد اي نوع عجين او كأنه عمد كبا عادية والنص التاني عم بقى ليه بالزيت لانه الوصفة الاصلية هيك بتقول وهلا نرجع اخر شي من قارن ومشوف مين تطلع اطيب بس اكيد مفروض بالزيت تطلع كتير اطيب الكلس هو اللي بتغطوا ايدكن بشوي من الماء خلوا عندكم كاسة من الماء بتغطوا ايدكن فيها حتى ما تلزق هادل عجينة على ايدكم بترجعوا بتاخدوها بتاخدوا شوي من العجينة وبتقرسوها على شكل ارص في ناس بيعملوها شكل مدور في ناس بيعملوها شكل طويل الشكل اللي بتكون يا فيكن تعملوها انا عملتهم على شكل قراص مدورين وجربوا ما تسمكوا الارص كتير هيك بيستوي معكن اسرع هو اصلا كل شي مستوي فيه ما فيه كله خضرة وشوية برغل منقوع بس يعني مشان ياخد اللون الدهبة ويوصل للحرارة لجوة بتقلون بزيت حام كتير لحتى تحصلوا على هيدا اللون فيه ناس بيحبوا غمقون اكتر وفيه ناس بيحبوا يخلوهم شقر اكتر فهيدا الشي بيرجع لكم لقلكون وبس هيدا هي اكلتنا هلقات بسيطة وهلقات طيبة الصينية اللي شويتها بالفرن بس طلعتها وكانت بعدها سخنة وقصيتها كانت رح تفرط بس لما رجعت بردي تجعت قصطعتها على شكل مربعات ومشي حالة مأحليها زبطيت وطعمتها صراحة طيبة اما اللي نقلت بالذات طعمتها سوبر طيبة شوفوا لونة مأحليه من جوة أصلا ولونة مأحليه من برة ومقرمشي عن جد سوبر سوبر طيبة واعتبرتها انا هي كأنها كببة عادية وقدمت حدى دبس الرمان كتير لبقلة وجربتها كمان مع اللبن او الزبادي كمان كانت قلعت كتير طيبة بس الناس الصايمين اكيد ما فيهم يأكلوا لبن وزبادي بس بخلاصة الموضوع انا تعلمت اكل جديدة كتير طيبة واكيد رح اجع عيدة وانا اكيد انه كتار منكم بتعرفوها من ايام اهلكون وجدودكن خبروني من منكم بحبها لهيدي الاكلة ومين كانوا بيعرفها واللي ما بيعرفها بنصحكم اليوم تجربوها لانه عن جد غير شكل طعمتها وصحتين والف عافية على قلبكن جميعا